التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشؤون الفيدرالية والإعلام فلوريان هيرمان على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن الذي تستضيفه الولاية بمدينة ميونخ تناول اللقاء بشكل موسع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وولاية بافاريا حيث حرص وزير الخارجية على التأكيد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الولاية لما تمثله من مركز للسروة والتصنيع في الاتحاد الأوروبي شهد اللقاء تبادل الرؤى والتقييمات حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض شكري محددات الموقف المصري إذا التعامل مع الأزمة والجهود المبدولة على مختلف الأصعدة للوصول لوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والحيلول دون تساعد دائرة الصراع